تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بمقطع جديد بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى يوفنتوس الفريق اللي أنا بشجعه بعيش مرة ثانية أزمة حققية بعيش أزمة نتائج بعيش أزمة عدم استقرار في حلقة اليوم حنتكلم بثلاث محاور بيكملوا الموضوع عشان نفهم شو اللي صار بالضبط ممكن بعض المعلومات حكيناها في الماضي بفترة بيرلو لأنها ما تحسنت بفترة أليغري حنتطر أن نعيدها محورنا الأول حيكون هل عمر يوفنتوس دخل بهيك أزمة وكيف طلع منها والمحور الثاني تابعنا حيكون شو المشكلة اللي عم بتصير الآن فنيا وإداريا والمحور الثالث شو الخطوات المهمة عشان هذا الفريق يطلع من أزمته خلونا نبدأ في المحور الأول في الحقيقة ربما التسع سنين من السيطرة والهيمنة تاعة يوفنتوس في إيطاليا خلت كثير ناس تنسى أزمة اليوفي قبل ذلك اليومي بعد ما طلع من الكالتشو بولي كانت أموره تمام سنتين ممتازين جدا صراحة مع رانيان الأمور ماشي تمام طلع دوري أبطال ومتأوضاما يتأهل دوري أبطال الموسم الثاني فجأة بآخر اسبوعين ثلاثة من الموسم الثاني قامت صحف إيطاليا اللي مقربة من اليوفي ضغطت ودعمت فكرة لاعب سابق اسمه تشيرو فرارا وتشيرو لاعب إله وهبته وإله وكلمته باليوفي في الماضي لكن الإعلام اختاره محبة لفترته الماضي إيجا بدون خبرة وعمل كوارث تشيرو فرارا بالنسبة إلي وبالنسبة لكثير من مشجعين اليوفي أسوأ من الكالتشو بولي تأثيرا على اليوفي لأنه ضرب روح الفريق شكل الفريق اللاعبين ما عاد حدا عارف وين هو وضاعت الأمور وبلش اليوفي يجرب عشان يطلع من الأزمة مرة يجيب زاكروني مرة يجيب دلنيري وما طلع من هالأزمة بكدر تعقيدها لعندما إيجا أنتونيو كونتي مدرب عنده خبرة شوي هون 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 وبدأ ولما بدأ كونتي ما كانت الأمور تمام بلش البعض يتحدث كثير عم بيتعادل لكن كونتي كان عنده ميزة مهمة جدا غير عن كثير من المدربين اللي مروا قبله بفترة الأزمة باليوفي ما بيجامل وما بيشوف سعرك وما بيشوف راتبك المطلوب إنك لاعب ولا لأ في الملعب وفعليا غير الفريق كان الفريق يبلش يلعب 4-3-3 وحتى كيليني كان ظهير أيسر معه رجع لـ 3-5-2 كان الموضوع كل لاعب كويس كانوا لاعبين الناس ما تسمع باسمهم تعرفهم مش كانوا بالنسبة لهم قطعة أساسية لازم يتبلش اللقاء اللاعب الكويس كان يلعب كونتي سيطر على الفريق جاب الدوري بالموسم الأول بالموسم الثاني كان الدوري بأرياحية مطلقة عن بيجي وحتى هو مش موجود ومحروم وقاعد فوق بالمنصات جاب الدوري لأنه خالص سيطر بعدها اليوفي بلش يبني ويتطور مرة تانية ووصل اليوفي لنهائي دور الأبطال مرتين مع أليجري اللي أنا شخصيا رغم أني بحب كونتي أكثر من أليجري لكن بعرف أنه أليجري على المستوى التكتيكي والفني أفضل من كونتي لكن أيضا بعرف أنه كونتي على المستوى الذهني وزرع عقلية الانتصار بالفريق أفضل من أليجري مشت الأمور تمام اليوفي مشى وأموره تمام وفي الماضي أيضا مر بأزمة بفترة أنشلوتي كان عم بيخسر الدوري دائما كل آخر أسبوع لكن اليوفي رجع وكل عشر سنين اليوفي تقريبا بمر بأزمة من الأزمة دائما رجعتها بتكون قوية وأموره تمام إذن ما في قلق عند جمهور اليوفي أنه عن الرجعة رح يرجع هذا المعروف بالنسبة لجمهور اليوفي لكن القلق أنه هالسنتين ثلاثة تتحمل فيهم شوية مصاعب ومآسي بتصير في أرض الملعب زي ما بتصير حاليا طب نروح الآن شو اللي صار؟ اللي صار أنه آخر سنتين أو ثلاثة أنا اللي بلش يآمن بالفكرة التجارية غير قميس اليوفي وهذا كان شي بنعتبره جمهور اليوفي خط أحمر ما كان عم بتصوره غير شعار اليوفي بجرأة كبيرة ما حدا قدر يغير شعار نادي كبير حتى الآن مثله يعني ما بنتكلم عن تطوير للشعار بنتكلم عن إلغاء مطلق للشعار القديم الرجل صار ماشي بعقلية التسويق عقلية الترويج عقلية الأفلوس بشكل زادوا حدة كورونا صار كل همه هذا الموضوع وطلع بتصريحات شهيرة أنا عندي 300 مليون مشجع لو أخذت من كل مشجع 2 يورو وبلش يتكلم بهذه اللهجة المالية كأنه عم بدير شركة وهذا حقه لكن حتى لما تدير شركة لازم تكون ذكي وتعرف شو الشركة اللي بتديرها يعني اليوفي جيناتو دائما كرة قدم كثير يعني اليوفي بتميز كان أمام ميلا ميلا النادي قوي كرة قدم كان لفترات طويل لكن ميلا كان يحب الشو بشان بيرلسكوني كان يحب الترويج اليوفي عمره ما كان هذا النادي المهتم بهذه الناحية كان نادي كثير كرة قدم فجأة تجي تحاول تغير كل جينات هذا النادي وتغير كل أفكار قرارات هذا النادي حتى قرارات الانتقالات تصير فيها نوع من الحسابات البنكية أعطوني أرثرو بيانيتش وسجلولي قيمتهم هيك النادي حيختل النادي حيبقى التوازنه فالنادي افتقد توازنه لأنه بمر بمرحلة انتقالية من عقلية لعقلية وهذا طبيعي جدا وهذا حيصير لأنه هو إذا مش فاهم إنه حيصير هيك بيكون فعلا ما بيعرفك في دير شركة أي شركة بتمر بتغيير ثقافة بتمر بخطات وضربات حتى توصل للاستقرار الجديد فأني اللي كثير أهمل المشروع الرياضي لسنوات كثير أهمل فكرة أساسيات كرة القدم لسنوات والدليل إنه اليوفي صار ما فيش فيه طليان مع إنه جزء من جينات والطليان والدليل إنه اليوفي ما عاد يطلع لعيبه من أكاديميته للنادي الأول ربما إلا هالمويسكين اللي وصل الفريق الأول وثبت وما عاد الفريق يطلع لعيبة اللي بنسمع عنهم ما بيضلوا وبعد شيء تسمع عنهم ما بيعين لأندي تانية هذه النحية الأولى النحية الإدارية اللي خلت عقلية اللاعبين المدرب كل شيء مشتت المعايير مش مفهومة إذا أنت كل تفكيرك فلوس أنا كيف بدأ فكر كرة القدم هذا الجزء الأول الجزء الثاني فني اليوفي مع بيرلو راح صار بديلعب 4-4-2 وتفكيره بـ 4-4-2 الأساسي كان عشان رونالدو وعشان هي الخطة الوحيدة اللي حط فيها رونالدو بعدي بالا بيرلو لعب فيها ما ما فقد توازنه يا ما فقد استقراره وبالنهاية الفريق خسر وبيرلو انطرد مع إنه بيرلو للعلم حتى اللحظة أحسن من أليغري في مفرترتوهاي يعني بيرلو ورانا وجه جيد لكيازة وجه أفضل لكوادرادو دي لخت كان عم بيتطور وخلص عم بيصير أساسي والفريق مكيني كان عم بيكون لعب مهم كان في أربع خمس لعيب تحس إنه آه عمود فقري نبني عليه الآن هذا العمود الفقري نكسر بطلنا نشوف كيازة حتى يعني واللاعبين اللي كانوا ممتازين كوادرادو كل مباراة فوتين ثلاثة مش طبيعيات ما عدنا نعرف مراكزهم طبعا وعلى المستوى النقاط بيرلو بهاي الفترة كان بحقق نقاط أكثر من أليغري في هاي الفترة لكن بنتكلم عن بداية موسم وبنتكلم إنه أليغري عنده تحدي كبير بتعلق بعقلية اللاعبين إنه الخسارة مش عادي والتعادل مش عادي لازم تفوس كل مباراة لازم تضلك تجيب نقاط ما تفرح لي إنك تجيب تقول وخسرت اثنين واحد وإنه مش مهم إنه تطلع لي عشر لمسات جميلات وبالأخير أطلع خسران زي ما بصير مع دي بالا والآن لما بدأت كلم عن أربعة أربعة أثنين مشكلة اليوف الحق هي إنه ما عندوش المحور اللي يكملها صح محور الوسط ليش؟ لأنه أنت ما عندنا محور وسط زي كاسيميرو يغطي مساحات عملاقة يظلوا متأخر وراءه ويعرف في قطاع الكرة أو لما يطلع عليك يعرف فيه بعدك ما عندنا هذا اللاعب لا لو كاتيلي ولا أرثر ولا بنتنكور ولا رابيو بيقدروا يلعبوا هذا الدور باستقرار وتركيز تسعين دقيقة ما عندنا هذا اللاعب فإذا ما عندك هذا قاطع الكرات الحقيقي اللي أيضا بيعرف يلعب على الكرة إذن أربعة أربعة أثنين دائما هتواجه فيها المشاكل اللي بنشوفها إذن فكت الكرة من اليوفي بمنطقة الخصم بتلقى مرتدي بتلقى مدافعين من اليوفي وأربعة من الخصوم سرعة الارتداد تاعت اليوفي للدفاع بطيئة تحسش الفريق مستقر بقصة هالمحورين وحتى لما كان يلعب بأي خطة غيرها وفيها محورين دائما اليوفي بعاني وأليجري نفسه بيعرف لما فكر يلعب بهذا الشكل بخضيرة وبيانيتش عانى جدا في المباريات الصعبة وأساسا ما في بليوفي لاعبين بقدر يلعبوا وسط يمين ويسار وسط يعني ما نتكلمش عن جنح حجومي وسط يمين يا مسار إلا كوادرادو لأنه كيئزة لازم يكون لقدام شوي برنردسك لازم يكون لقدام شوي رابيو مش جنح عيسر رمزي مش جنح عيسر مكيني مش جنح عيسر في الوسط فبالتالي إحنا من لعب اللعيبة بأماكن مش أماكنهم كل هذا عشان لاعب واحد يكون بمساحة اللي هي كلها بدو إياه عشان لاعب واحد أنا وجهة نظري بدو يجدد عقده وما بجددوله عقده إلا هيك وبالأخير ممكن يطلع ببلاش بعد كل هالتضحيات اللي صارت عشان ديباله زي ما صار مع رونالدو تضحى بشكل الفريق وتوازنه عشان لاعب ممتاز وهداف لكن بالنهاية اللاعب طلع لأنه بالأخير هو بدو نتائج رونالدو يعني رونالدو ما تضحى عشاني عشان أجيب 30 قور واخسر يعني شو استفت الآن هذا اليوفي لازم يعرف إنه كورة القدم صارت أكثر مرة ثاني بالعمق صارت أكثر مرة ثاني بالوسط فبالتالي لازم نحط لعيبة أكثر هناك لعيبة تمسك كورة أنا منساتني نفسي أشوف أرثر بيلعب جان بلوكاتيلي جان بنتان كور بتجربة نفسي أشوف أرثر بيلعب جان بلوكاتيلي جان بمكيني نشوف ثلاثة في هالعمق يلعبوا آه أربعة أربعة أثنين جابت نتيجتين ثلاثة أربعة جيدات بس ما جابت سلسلة عشان تتمسك فيها وبنفس الوقت مش عم بنشوف من ديبالة الفاعلية المطلقة عشان نحط الخطة لأريحيته في حين لما رهلنا على كيزة لفترات سنة الماضية كان داما عم بجيب جوال إذن خلينا نروح لخطة أقرب لكيزة خلينا نروح لخطة أنت عندك مشكلة ما بتجيب جوال لعيبتك ما بتجيبوا جوال يعني مراتة ما بيعرف يجيب جوال أحسن لعب باليوفي لما ينفرد أمام المرمى بالمهاجمين اللي موجودين يعني كين وجورج وهذا هو أديبالة الوحيد اللي لما تشوفه قدام القول بتعرفينها قول لما تكون فرصة 100% الباقين بتعرف إنه 90% ضائعة الآن أنت عندك هذه مشكلة التهديف واضحة جدا عندك مشكلة التهديف إذن حط اللعيب اللي بجيبه جوال أقرب للمرمى حط كيزة أقرب للمرمى حط ديبالة حط مراتة خليك أقرب حط اللعيب الهدفين اقرب للمرمى فأنا شايف هذا اليوفي صعب يرجع إذا تظلوا بـ 4-4-2 واضحة جدا أي حدا تشوفه مباراة أن اليوفي ممكن يكون مسك المباراة يعني مع ساسول ومع هلاس كان ممكن يفوز اليوفي بسهولة بضيع فرص كثير لأنه ما عنده الهدفين بأرض الملعب الآن بس بشوف إنه هاي القطة بلحظة ممكن تصير حشة جدا تأكل فيها قول فواضح جدا أن اليقري مبدئيا الشكل لازم يتغير شكل الفريق لازم يتغير البعض بقول لي لا هاد زمان حاكي الـ 4-4-2 صار هسا كله فلسفات صحيح لكن الجزء الأساسي عشان تعرف نوعية اللاعبين في أرض الملعب الشكل بتاع الخطة يعني لو كان فيه ثلاث مدافعين لليوفي كان مثلا كثير جوان من عم بيأكلها اليوفي ما رح يأكلها وبنفس الوقت كنا عم نشوف ديه الاختي بيلعب بنوتش بيلعب كيليني بيلعب والأمور حتكون تمام فقالي قريب مطالب يتغير من هذا الشكل ومطالب يتخلص من هذا الشكل ومطالب ما يبني فريق حاول اللاعب إحنا مش عارفين ضاير ولا لا ومطالب خلص يعني ما يبني الفريق حاول أفراد يبني حاول المجموعة زي ما عمل هو في الماضي ومطالب أيضا ما يجامل حد اللاعب اللي انشرا وحقه غالي أو بده جدد عقده أو راتبه عالي ما بيلعب كويس يوهد عن دكة يعني فيه نوع من المجاملات عم بيأثر على اليوفي وفيه نوع بالعقلية الاقتصادية اللي عم بتأثر على اليوفي اللي خلتنا نشوفهم بيشتروا لاعب زي إمرتشان مجانا بعد سنة بيرجعوا بيعوه يعني الموضوع حسبت بيعشرة فهذا هو كلامنا يعني الختام كان كلامنا أكثر عن فكرة الحل أو المحور الثالث تعالى الحلقة ان اليوفي محتاج أول شي يغير شكله محتاج يلغي عقلية المجامل لتاعته محتاج يعزل القرار الرياضي في أرض الملعب عن القرار الاقتصادي والتجاري برا لأنه مش اليوفي هذا غير هيك اليوفي حيظل يعاني الآن أنا كمشجرة اليوفي هذي لأني عارف بالنهاية اليوفي حتى لو السنة هاي راحك السنة الجاي ممكن يرجع وبيقوة ويسيطر مرة ثانية لأنه هذه طبيعة وحتمية الدوري الإيطالي إنه يوفي لازم يرجع مهما طال الزمن سنتين ثلاثة طال الزمن بالنسبة لليوفي زي ما بنعرف جميعنا وما بنننسى إن اليوفي السنة قبل الماضية كان بطل الدوري بس فحنا بنحكي عن سنة سيئة وهذه السنة الثانية السيئة بس يعني مش إنه بنحكي عن عقود من الزمان والتدهور لكن التدهور أساسه خلل في العقلية خلل في توازن العقلية مجاملات فنية أليقري لسه ما قدر يخلص الفريق من ثقافة إنه اخسر حادي اللي انزرعت فيه للأسف بالسنوات التجارية اللي انزرعت فيه ثقافة النادي نوصل لهم لنهاية هاي الحلقة بذكركم إلي دائما محتاج منكم اللايك وتشاهدوا الفيديو مع أصدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله